اليوم لأنه كمان نحن ببيت في كتير لوحات وإمك كانت ترسم شو اللوحة المفضلة لعندي كيها لإمك؟ كل لوحاتها حلوين وعزيزين على قلبنا أصلاً عارضينهم كمان هيك من الأرض للسقف بس كذا في شي وحدة بدك تنقية؟ في كذا وحدة، في كذا وحدة ما في نقلك لأنه لازم شوفهم لقلك يعني لازم نشوفهم ترسمي؟ أنا كنت أرسم، كنت أحب كتير وبرسم بورتري كتير بحب أرسم الأشخاص وفي كتير أشخاص هدايتهم صورهم يعني بس هلأ وقفت لأنه خلص حسيت مرأ وقت كتير وبعدت عن الرسم بس ما تعلمت الرسم؟ نو، من أمي يعني من قعداتها الطويلة وقعد وشوف كيف ترسم وبتندم إن ما تعلمت غسم أو تمثيل؟ أو بتعتبر إنه لأ الموهب ما بده واحد يتعلمه؟ لا ما بندم، الموهب ما بده حدا يتعلمه بس أنا كنت بحب بقول يا ريت درست إخراج كنت بحب كون مخرجة يعني، اتنانيتهم بيكملوا بعضن فإيه بحب كون، يعني أعمل أنا مسلسل أعمل إخراجه فبحب، يا ريت بس إنه ما زبطت، درست غير شي في كتير ناس بنتقدوا هالموضوع إنه إنه اليوم إنه كيف خاصة هلأ في كتير ناس بيجوا من مجالات ما خاصة بالتمثيل وفي ناس درسة تمثيل ما بنعطاها فرص إنت من الناس لأنه ماني كدير ستمثيل بتقولي إنه ما فيها شي لو واحد جاي من مجال الموضة والجمال أو شو ما كانوا طالما موهوبة، ماشي مشكلة إذا موهوب، إيه، إذا موهوب وعنده نفس طويل ما بده يعني هيد الشهرة السريعة يعني بده واحد يكون عنده نفس طويل إذا بدي أعمل اسم واستمرارية لأنه مجال ما إنه هايين ومهنة ما إنه هايين ففي ناس بتستسهلها يعني خاصة بهيد القيام يعني فما عندهن هيدا النفس الطويل وبيجوا من أول عمل بتشوفين إنه هني كأنه ستارز عالميين وهني بعد ما عملوا شي فهيدا بس أنا البوقف عنده غير هيك لا هي في محل لكل، لكل حدا موهوب مرد الخال إيام بتحكي بمواضيع هيك جريئة يعني مثلا بتحكي إنه عن الخيانة مرة قلت إنه أنا خنت شخص وإيام مثلا بتحكي عن الأمومة بتغرعي بعدين إيام بتندمي بتقولي إنه بالكي مجتمعنا يعني بتشوف تعليقات الناس أو ما عنديك مشكل بتقولي وهيك لأنه أنا ما بدي كون عم كذب ع حالي أوكي ففي ناس بتتقبل وناس لا وكل واحد حر يعني كل واحد حر برأيه يعني هني ما بيقدوا يغيروا لي رأيه وأنا ما فيني غير لهم رأيهم هني كمان عندهم قراء أنا بتستفزني بس ما فيني غير لهم إياها فبدنا نحترم قراء بعضنا بس بدون تجريح وبدون يعني نكون نفتقد لإخليقيتنا يعني بالتعاطي